اقتراب اعصار ساندي من الساحل الشرقي لولايات المتحدة ادى بسلطات الامريكية الى اغلاق العديد من المقارات الحكومية بالاضافة الى توقيف خدمات النقل واغلاق العديد من المدارس في كل من نيو جورك وفلادلفيا في الوقت ذاته توجه الرئيس المنتهية ولايته بارك اوباما الى وكالة ادارة الطوارئ للاطلاع على اخر المستجدات وصرح قائلا يجب اخذ هذا على محمل الجد اطلب منكم ان تصغوا جيدا للتوجيهات التي تقدم اليكم من طرف المنتخبين في ولايتكم من جهة اخرى تم اجلاء المئات من السكان من منازلهم الوقاعة في اماكن منخفضة تحاصبا للعصار كما يوضح هذا المواطن القاطن في مدينة نيو يورك نحن ذاهبون الان الى مدينة نيو جيرسي عند شقيقتية طبعا يجب علينا الذهاب كنا نفضل البقاء هنا لكن نحن نفكر في انفسنا وفي اطفالنا يشار الى ان شبكة النقل ستوقف الاثنين في مدينة نيو يورك ما سيؤثر على مئات الاشخاص في المدينة وضواحيها اشتركوا في القناة